مسلسل بنات صالح أحداث الحلقة الثمانية وعشرين في البداية أحب أشكركم على كل التعليقات الجميلة المميزة بتاعتكم مشتاقت لكم هوايا وكمان أحبكم كلش تعليقاتكم بتشجعني أعمل لكم أحلى الملخصات بشكركم جداً وخلونا نتابع النهاردة ملخص أحداث الحلقة الثمانية وعشرين من مسلسل بنات صالح الحلقة كلش قوية بتبدأ الحلقة باتصال من غالب ليه صالح؟ بيهدده بيقوله إن هو خاطف بنته رانا وطبعاً كان واصل لصالح فيديو الرانا وهي بتستغيث علشان كده بيقوله غالب البنت منهزم رجعها وانا مش عايزك تقول حاجة عن ذاك خالص مش هقولك أي حاجة ولا حطلبك تقول حاجة قاله لأ الكلام ده ما يمشيش عندي البنت دي أول خطوة بعد كده حجر بناتك واحدة وردت تانية بيرده بيقوله بس دي مش كان حيقوله مش بنتي بس سكت لأنه خاف على الرانا ورده وقاله طيب انت عايز إيه قولي مكانك حجيلك لحد عندك بس ما تإزيهاش قاله لا أنا مش عايزك في حاجة أنا عايز عشرين ألف دولار طبعاً أنا عارف أن أنت معكش علشان كده ممكن تستعين بجمال اللي رباها أكيد طبعاً أبوها اللي رباها حيدفع قاله ما ينفعش ما تدخلش جمال وسطنا قاله هو ده اللي حيحصل إذا كنت فعلاً خايفة على بنتك يبقى تروح وتقول لي جمال وتحضروا الفلوس بينما فاتن هنا كانت منهارة وبتحاول نور نهيتها ديها وبييجي جمال وبتجري عليه وبتقول له لقيتها لقيت رانا رده وقال أنا رحت المطعم وفعلاً البنات كانوا مع بعضي بيتغدوا لكن كل واحدة راحت على بيتها قالت له أما البنتي أنا راحت فين رانا فين أنا عايزة بنتي وكانت منهارة جداً وبتعايت وقال أنا جداً على بنتها لكن بيجي مرة واحدة صالح وبيتخدوا بتردوا فاتن وبتقول له أنت عايز إيه بالذك صالح بيقول لها أنا عارف مكان رانا غالب خطفها ردت وقالت يعني أنت السبب بنتي بتضع مني وانت السبب بتزقوا مرة واحدة على الأرض من كتر مهمة غازة ومن كتر ما هيقال أنا جداً على بنتها بيحاولوا يفهموا منه حاجة صالح بيقول غالب خطف البنت على باله أن هي بنتي وعايز فلوس 20 ألف دولار أنا قدرت أجمع المبلغ ده لكن جمال بيقول له خلي فلوسك في جيبك أنا اللي هتصرفه هتفع الفلوس لكن فاتن كانت منهارة وبتقول له منك لله أنت السبب أنت اللي ظهرت في حياتنا وعسفتها وخليت حياتنا كلها مهددة بسببك أنت وفضل التحسب عليه وتديع عليه وهو يعاني مش قادر يقول أي حاجة بيقوم جمال علشان يدبر الفلوس قال له أنت عارف مكان غالب قال له أيوة بنيجي الغالب بيتكلم مع فرص وبيقول له أنا كل اللي يهمني أن صالح ينساني خالص ولا يقولش أن أنا اللي قتلت سوسا ولا كمان يجري ورايا ويلحقني كل الكلام ده قدرت رانا الزكية أن هي تسجله عن طريق الساعة وهو اعتراف غالب أن هو اللي قتل سوسا وأن هو مش عايز صالح يبشي وراه ولا يلحقه وطبعا سجلت كل ده جمال دبر الفلوس وراح هو وصالح علشان يودوها جمال بيسأل صالح وبيقول له عارف المكان قال له أيوة طبعا كان قيله على مكان كرتونة كده يحط فعل فلوس جمال قال له خلي بالك من نفسك ويروح وبيحط الفلوس فعلا غالب بيوصل للمكان اللي فيه الفلوس وبياخد الفلوس وبيمشي وفي نفس الوقت بينم يرنع على الأرض وبيروح بسرعة جمال وبياخدها كان قال أنا عليها جدا وهي كارت منهارة وبطعيط بياخدها علشان يروح بيها على البيت دلوقتي حالا بالنسبة الفاتن اللي كانت تقريبا فقدة الوعي تماما بتحاول نور تقول لها أم يا ماما تكلميني مالك ردي علي الأم فعلا كأنها ميتة بالزبط مش قادرة تتكلم أول ما بتشوف بنتها رانا دخلة عليها بتقوم بسرعة لكنها مش قادرة تمشي على رجليها بتقع في الأرض وبنتها بتروح لها وبتحضنها وبتطمن عليها كانت حتموت عليها رجعت رانا لحضن ممتها وبيروح صالح لسعيدة علشان يدود الفلوس اللي هو كان سالفها منه قال له مستعجلة علي إيه قال له عادي أنا معملتش بها حاجة أصلا فاتن هزائتني وشتميتني وهديدتني قال له معلش هي برضو تعتبر كانت مديقة شوية في رسم قرر حاجة هتشوفها بعدين تابع للنهاية أما هنا ففاتن بتطمن علي بنتها بتقول لها أنت كويسة قالت لها أيوة قالت لها أنت بخبية علي حاجة يا ماما قالت لها لا طبعا هنحب إيه قالت لها خلاص أنا عايز أنام سيبيني علشان أنام مرتاح بتسيبها لكن رارة مش هتسكت ما تنسوش أني معاه تسجيل جوه الساعة بتاعتها بتعيط من الموقف الصعب اللي كانت فيه الزباط اللي تابع أسعد بيروحوا المكان اللي موجود فيه غالب وبيلقوه مضروب بالرصاصة بالشكل ده هنعرف بعد كده أن اللي قتله هو في راس بيتصل بأسعد وبيقول له إن إحنا لقينا غالب مقتول أما هنا فنور وكرم بيروحوا يقوم الأجازة علشان يزوروا صالح واخدين معاهم كنافة صالح كان مبسوط جدا بوجودها وأن هم جايين علشان يعودوا معاو يوانسوا بتقول له نور أنا أسفة جدا على الكلام اللي قالته ماما أكيد ما تقصدوش رده قال أنا برضو كنت السبب قالت له لأ أنت مش السبب ولا حاجة أنت أحسن أبي في الدنيا أكيد طبعا دي الظروف وغالب هو اللي عمل كده ربنا ينتقم منه أما هنا فكانت سارة موجودة هي ومونير جزها بيزوروا رانا وبيتطمنوا عليها رانا بتقول أن هي كانت في موقف صعبة جدا سارة بتقول أنت عيالة صغيرة وحصلت كده وأنا بس من حكويكي خفت ما بالك أنت ربنا ينتقم منهم لكن مونير بيقول مفروض كنت تقولتون يا جماعة ما ينفعش كده على أقل كنا نبقى معاكم أما رانا فبتقول أن هي مش هتسكت وحتاخد حقها من الناس دول وما تعرفت لها مركيش دعوانتي تخرج من الموضوع ده ده بتاع قبار ردت وقالت يعني لما بقى محامية هقبض عليهم نور وكرم قاعدين مع عم صالح نور بتقول له غالب باعت رسالة مع رانا هو أنه أن أبوها ما يتعرضلوش طبعا رانا كانت فاكرة أن بابا جمال هو المقصود بالرسالة دي لكن صالح بيقول كل ده أنا السبب فيه لكن أنا مش هسمح للإسمه غالب ده أنه يمس شعر واحدة منكو لكن كارم قال له ده مهما كان برضو مجرم أما هنا فكانت صارة مستغربة أن غالب هو اللي عمل كل ده بتقول غالب اللي بابا بيدور عليه علشان يسبب تبرقته بترد فاتن وبتقول أيوة هو اللي عمل كده أثناء كلامهم بتوصل رسالة رانا من أسعد والرسالة دي مضمونها أن غالب اتقتل طبعا كلهم بتصدمه أما هنا فنور بتقول لباباها لازم تحضر خطوبتي على أساس أن أنت صديق بابا جمال أنت ملاكش زنب في اللحظة ولا في موضوع رانا وأنا مش هتخطب غلما أنت تحضر لخطوبتي وقارم كمان بيقول له لكن مرة واحدة بتيجي رسالة لنور والرسالة دي هي أن غالب مات بتقول لباباها صالح بابا صالح طبعا بيدعق جدا وبيشير الهم لأنه طبعا كان معتمد عليه اعتماد كلي أنه هو اللي يزبط برقته حتى على أقل قدام بناته رانا موجودة في قضتها تتصل بأسعد بتقول لأنا عندي معلومات أنا عايز أجي وتكلم أنا كنت شاهدة قال له خليكي عندك قارت له لازم أجي قال له خلاص خليكي وحبعتلك حد يحميكي ياخدك من بيتك اوعي تخرجي يا رانا من البيت غلما ببعتلك حد قارت له تطمد أنا هقعد هنا ومستنيع الرجل اللي انت هتبعته وحروح معاه على طول وبتقعد وفي ايدي هالساعة يا ترى نوية على ايه هنعرف في نهاية الفيديو صالح متضايق علشان خاطر غالب مات والمفروض ان هو كان يزد برقته لكن نور بتقول له المفروض ان انت عارف ان احنا قصرا عارفين ان انت بريق واحنا اللي نهمك لكنه برضو كان متضايق وكان حابب يزد برقته خاصة قدام ريم اللي لسه ما تعرفش حاجة كرم بيقول له ما تقلقش احنا كلنا معاك لكن بتوصل على طول مكالمة من ريم ليه نور كأنها حاسة بالظبط بتكلمها وبتقول لها ايه اللي حصل في البيت ايه اللي بيحصل قررت لها انت عارفتي قررت لها ايوه برضو ما تقلليش على الحاجة زي دي وطبعا صالح كان موجود وبيعايت بيعايت ان ريم معا نور عالتليفون ومتعرفش ان باباها هنا خاصة لما قررت لها انت فين قررت لها عندي حد انت بتعرفوهش بتكلمها عمار حابب بتقول لها اللي حصل ده مش مقبول كان المفروض تقول لنا قررت لها معلش يا عم اللي حصل مكناش عايزينكو تقلقو وبتعفل معاها اما هنا فعم صالح بيخبط عليه الزباط برا واحدة وبيغدوه مش عارف هو عامل ايه بالظبط انا عملت ايه مفيش اي حد بيتكلم منهم نور وكرم خرجوا ونور كانت منهارة جدا ماشي وبتقول لهم بابا ايه عامل ايه كانت منهارة جدا وبتعايت واخدين باباها من وسط البيت وماشيين بيه ماشي وراه نور وكرم بس بتشده وتقول لهم سيبوه بابا ما عملش حاجة بابا بريء صالح مش عارف هو عامل ايه لكن كان مصدوم بالشكل ده بيركب العربية بتاعة البوليس من غير ولا كلمة كأنه يعاني تعود على الظلم ونور كانت منهارة وكرم بيحاول يهديها بتوصل مكالمة من فاتن بيقولولها ان صالح قبض عليه وبتقول لي جمال وجمال بيتصدم وكمان صارة بابا عامل ايه علشان يتقبض عليه الكل طبعا كان قلقان ومش عارف في ايه بالزبط بيحصل وصارة كانت منهارة جدا صالح بيتحط في السجن وبيفتكر زمان لما كان هو شاب برضه في السجن كأنه كان في نفس الزنزانة دي بالزبط صعبان علي نفسه جدا اما بالنسبة لي مروه فبتقول لجزها بابا ما عملش حاجة ردوا وقالهم ودوروا على الملفات وعرفوا ان هم ليهم علاقة ببعض واتهموا بقتل غالب قالت له انا بابا ما قتلش بابا ما عملش حاجة قال لها انا ماليش زنب في اي حاجة من اللي بتحصل دي هم اللي اخدوه واتهموه كمان في قتل غالب لكن مروه كانت منهارة وبتقوله انا بابا ما عملش اي حاجة نرجع بعد كده نور وقارم بيروحوا لسعيدة علشان يساعدهم وبيقولولو بابا كان عندك مبارح صح قال لهم اي وابس انا مفيش اي حاجة في ايدي عشان اعملها وطلعوا براءة لكن قارم بيقول هو مش كان عندك بالليل يعني في نفس الوقت اللي حصل في الجريمة يبقى تروح وتشهد قال لهم صح انا هروح بكرة واشهد بكل ده بالنسبة الرنة بتروح لأسعد وبتوريله التسجيل بتسمعهولو طبعا التسجيل ده اللي كان موجود على التليفون بتاعها وبيسمع غالب وهو بيقول ان هو اللي قتل سوسا وان هو بيعمل كل ده علشان صالح يبعد عنه وما يجريش ورا بعد كده ولا يهدده فاتم بتقول لبنتها اللي ودكي عندي سعيد ردت وقالت كان المفروض ان انا اروح لعمه سعيد علشان يساعدني في اثبات براءة بابا بابا كان موجود هناك ساعتها ولازم نروح وننقذوه ونبذل بالنسبة ان هو بريد في الزنزانة العسكري بيدي الاكل لصالح اللي كان قاعد مش بيتكلم بس مقهورة على نفسه زعلان جدا ويفتكر صاحبه اللي كان معاه من عشرين سنة في السجن لما قال له لازم تكون قوي وتثبت ان انت بريد حتى لو حتضحي بنفسك علشان تثبت براءتك ولازم ما تكونش ضعيف وتاني يوم لقى الراجل ده انتحر انتحر طبعا كل ده شفنا في الحلقات الاولى لما كان صالح لسه شاب وتصدم ان صاحبه ده انتحر سارة قاعدة بتتفرج على صور باباها وزعلنة جدا بتفتكر زمان لما راحت له ولما اغمى عليها وكمان لما شلها ودخلها على جوه لما اتهمته ان هو قاتب ولما قال لها ان هو بريد لما قال لها ان انت اسيا جدا علي لما قال لها ان انت اول واحدة تعرفي موضوع ان انا بريد وان انا اول واحد احكيلك حكايتي وانت اول واحدة من بناتي اللي تعرفي حكايتي دي كل ده كانت بتفتكر هي مسكة تليفون وبتنزل زهور مرة واحدة وبتقعد جنبها لكن بتشوفها بتعيط بتقول لها مالك ايه اللي مزعالك؟ بتعيط لي يا سارة سارة قالت لها مفيش حاجة انا كويسة قالت لها لأ انت بتعيطي فيك حاجة؟ قالت لها لأ فضلت تعيط زهور بتاخدها في حطنها وبتحاول ان هي تهديها من غير سارة ما تقول لها اي حاجة ولا تحكي لها عن اللي حصل لبابا صالح نور قاعدة هي كمان وبتتفرج على صور باباها صعبان عليها جدا بتقولت بينها وبن نفسها مش حسيبك يا بابا هافضل معاك وكمان حسبت براتك انا واخواتي بتفتكر اول مرة لما انجرحت ايديها بسبب الكوباية اللي قسرتها وجي صالح علشان خاطر يساعدها وكمان لما كانت بتروح الكفاتيريا وهي مبسوطة ان هي شايفاه قبل ما تعرف ان هو اصلا باباها كانت بتحس بالحنية جدا والحب تجاهه كل ده كانت فاكرة حتى لما شالها كأنها عيل صغير اما ريم فبتصحى الصبح وبتلبس النهاردة عندها امتحان تعالوا شوفوا ايه اللي حيحصل من سيف في نهاية الفيديو نيجي بعد كلا الارحاب بتحضلها الفطار وبتقولها انها عارفة انها النهاردة للمادة اللي هي بتحبها بتقولها مش هينفها افطر انا مستعجلة بتعملها لفة عشان تاخدها معاها اما هنا فكانوا مستدعين فاتن ورنة وجمال علشان ياخدوا اقوالهم لكن طبعا فاتن بتقول ليه استدعونا رد جمال وقال يمكن عشان خاطر خطف بنتنا وموضوع غالب بتروح رنة لكن جمال بيقول لفاتن ان هو خايف خايف على صالح ليخضوه بزنب القضية اللي فاتت ويظلموه صالح موجود في السجن مش بيتكلم ساكت تماما نور وصارة وكرم معاه وسعيد بيقول نورو مش هنسيبك وحنفضل جنبك اوعى تقلق خالص احنا معاك لكن صالح ما كانتش بيتكلم ولا كلمة نيجي بعد كده لريم وسيف خلصوا الامتحان ريم وقفة بتقول له برضو مش لازم تحطيلي الكرسي قال لها فعلا بيقعد على الكرسي وبيعودوا بيتكلموا مع بعض وبتقول له اخيرا هتفتك منه وان خلاص الامتحانت خلصت مش هتشوفه قال لها فعلا للدرجة دي قالت له انا بتشقى وياك مالك ها تحب تاكل ولا تعترف الاول رد ولا انا عايز فعلا اعترف فقولك على كل حاجة قالت له طيب انا سمعك قال لها انا مو فو بيسكت وكالعادة سيف بيسكت وما بيتكلمش ولا يقول اي كلمة وبتخلص الحلقة على كده يا طارباء امتح وحيقول لها الحقيقة دي وخلصنا بتخلص الحلقة على كده وتكمل لخص الاحداث الحلقة الثمانية وعشرية ومسلسل بنات صالح يارب الملخصك ونعجبكم لا تنسونيش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد احبكم كومات باي باي ان تحذير ان تحذير ان تحضر حصوصة